الرسول يحنى مع أنه كتب رسائل المحبة ويتكلم عن المحبة الإلهية لكن من ناحية تاني بيتكلم عن النور اللي بيفضح واللي بيوبخ كل ظلمة فأيامه ابتدأت الاضطهاد ضد المسيحيين وفي بعض المؤمنين ابتدأوا يتراجعوا أمام الاضطهاد لكن الاضطهاد الأشرس هو البدع الداخلية اللي حدست في آسيا الصغرى ولسيما في منطقة أفيسوس احنا بنعرف أن أفيسوس فيها معابد كثيرة يمكن اسمعنا وشفنا عنها تستطيع أن ترى معبد أرطميس في الوادي عمود واحد اللي كان قديما يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع تعتبر تحفة فنية لكن هذه كانت كلها من الخارج واتعاملت معها المسيحية لكن البدعة الغنوسية كانت بدعة شرسة التي بالواقع لها أوجه كثيرة أنه مثلا تنكر لهوت المسيح أو أنه هذا اللهوت حل عند المعمودية وفارقه عند الصليب أو أيضا تنكر مجيء المسيح بالجسد لأنه الجسد مادة وكل مادة شر وجزء من هذه البدعة قالت طالما أنه الجسد شر فأنغمس في اللذات والإباحية والحياة هذا مادة وهذا جسد المهم هو الروح فطبعا الرسول يحنى حارب هذه البدع بكل شرسة وقال من هو الكذاب يعني بيرجع الموضوع لإبليس للشيطان من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو ابن الله ينكر الآب والابن وبنفس الوقت ينكر أن المسيح جاء في الجسد هذا هو ضد المسيح فبعالج هذه المشكلة فالبدعة أحبائي بكل بساطة هي ضد المسيحية التي تنكر لهوت المسيح أن المسيح جاء في الجسد وأنه المسيح وأيضا تنكر وحي الكتاب يعني وحي الكتاب هو الوحي الكامل النهائي لا وحي ولا كتاب بعد هذا الكتاب فيريد أن يؤكد ضد هذه البدع أنه بالحقيقة تلميذ يسوع المسيح وأنه عاش بفلسطين مع يسوع المسيح شافه لمسه أكل معه تحرك معه تكلم معه فبيتكلم عن شخص حقيقي صار بين الناس وبيتكلم أيضا عن الكلمة الكلمة صار جسدا وحل بيننا هذا الكلمة أو الكلمة اللي هو العقل الإلهي صار شخص واتخذ جسد وكان موجود بين الناس لفترة زمنية حتى يقوم في مهمة الفداء بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات ترجمة نانسي قنقر